اهلا بحضراتكم جهود مستمرة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها باعتبارها قضية امن قومي في هذا الاطار تعمل الدولة على استصلاح وزراعة 270 الف فدان في وسط وشمال سيناء حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الاكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في اطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء من المقرر ان يستصلح 600 الف فدان بوصول المياه اليها بعد الانتهاء من محطة معالجة مياه بحر البقر فضلا عن استزراع ما بين 70 الى 100 الف فدان وريه عبر سحارة سيرابيوم التي تعد اكبر مشروع مائي ينفذ في منطقة الشرق الاوسط باكملها انتهت الدولة من حفر 453 بقرا بسيناء بكلفة جاوزت 4 مليارات جنيه حتى شهر اكتوبر عام 2020 وبلغت كلفة تنفيذ مشروع توفير المياه لتطوير منظومة الزراعة ما بين 13 الى 15 تجمعا تنمويا بنحو 170 مليون دولار بحسب المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فقد انفقت الدولة اكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنموية في سيناء منذ عام 2014 بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال ثماني سنوات بنسبة بلغت 415% تضمنت جهود التنمية والمشروعات الكبرى التي نفذت في ارض سيناء مئات المشروعات القومية خاصة تلك المتعلقة بتطوير البنى التحتية ينظر الى قضية التنمية باعتبارها غاية من بين غايات الدولة شريطة ان تنعكس هذه التنمية على رفاهي ومعيشة المواطنين لكن في سيناء وفوق كل هذه الغايات ينظر الى التنمية فيها باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الامن القومي للوطن